السلام عليكم النهاردة كي احكي حكاية نجمة بسيط زي ملايين النجوم اللي في السماء لا هو هيتحول لسقب اسود كتم اصرره جواه ويخلينا هنتجنن ونعرف ايه اللي بيحصل جواه ولا هو هيبقى سوبر نوفا لما ينفجر والنور بتاعه يغطي على نور المجرى اللي موجود فيها بالكامل النجمة بتاعنا تقدر تعتبره عم احمد البسيط اللي محققش انجازات كبيرة في حياته ولا حد بيهتمل انه يعرف اخباره الا انه بيبقى فيه دايما ورا كل عم احمد حدوتة جميلة ملهمة محتاج حد بس يسلط عليها الضوء وإلا هتموت معاه لما يموت النجوم تقدر تعتبرها زيها زي البشر بتتولد وبتكون صغيرة وضعيفة وعبارة عن شوية هيليم وهيدروجين وبعدين بتكبر وبتعش شبابها ورايع عنها لحد ما تبدأ تضعف وتنهار وتموت وعلى حسب مكانة كل نجم فبيموت بالطريقة اللي بتلقي بيه اي نجم بتبص عليه وبتشوفه في السماء وبتشوفه انه هادي وجميل ومنور فحقيقته دايما على عكس ما يبدو ده بيكون جواه عدد رهيب من الانفجارات النووية المستمرة بدون توقف انفجارات من المفترض انها تدمره ومع ذلك لو جيت وبصت للنجوم فهتلاقي انها سابتة على وضعها وما بتضيرش وده بيحصل لان النجم مش بيتحكم فيه قوة واحدة ده بيبقى موجود جواه قوتين عكس بعض واللي اتنين بيحاربوا بعض بشراسة قوة الجاذبية اللي بسبب كتلة النجم واللي بتحاول تضم النجم على بعضه وتصحقه والقوة التانية هي قوة حرية بسبب الانفجارات النووية اللي بتحصل جواه والنتجة عن عمليات الاندماج النووي واللي بتحاول انها تفجر النجم واللي بيحصل ان الجاذبية وهي بتحاول تضم النجم على بعضه وتصحقه بتدمج معها انوية الهيجروجين مع بعض عشان تكون الهيليم وعملية الاندماج دي بتكون مصاحبة بحرارة كبيرة وانفجارات بتقاوم الانصحاقة اللي بيحصل بسبب الجاذبية والحرب بين القواتين دول ما بتقفش لحظة بس الجميل إنك تقدر تتنبأ بنتاج الحرب دي لو قدرت إنك تعرف كتلة النجم اللي بتتم على أرضه النجم لو كانت كتلته كبيرة فجاذبيوته هتكون ضخمة وده يقابله عدد رهيب من الاندماجات النووية اللي بتحصل في بطن النجم ده عشان تقاوم الجاذبية الضخمة دي لكن بعد معركة رهيبة ما بين الجاذبية وما بين الاندماجات النووية بيقاوم فالهيدروجين ومن بعده الهيليم والكربون والأكسجين والنيون والسيلكون لحد ما بيوصل للحديد اللي بيرفض إن يندمج باستماتة والنجم بعدها بينفجر انفجار عظيم نوره بيغطي على نور اللي طالع من المجرب الكامل واللي بيسموه السوبر نوفا وده انفجار بيكون كبير جدا لدرجة إن الكون كله يقدر إنه يرصده ويحس بيه هتقول لي معنى كده إن في النجوم الكبيرة الحرارة هي اللي كسبت الجاذبية تمام؟ للأسف لا الانفجار الضخم ده كله مجرد فرفرة وحلوة روح والجاذبية بعد كده بتقدر إنها تقفش متى بقى من مادة وتفعصها وتعصرها وتحولها لصقب اسود يعني في النهاية الجاذبية هي اللي بتنتصر بس النجوم دي دي نجوم الصفوة لا تمثل أكتر من 3% من النجوم الموجودة في الكون وإنهايتها بتكون نهاية ملحمية والكون كله بيعرف بيها إنما الأغلبية الصحقة للنجوم اللي موجودة في الكون بتكون نجوم صغيرة أو متوسطة الكتلة زي الشمس بتاعتنا والنجوم دي لما بتيجي تموت بتموت في هدوء وصمت من غير ما حد يعرف عنها حاجة لإن النجوم المتوسطة أو صغيرة الحجم بتكون جاذبيتها صغيرة والهيدروجين اللي بيقوم بعملية الاندماج جواها أو الوقود بيكون هو كمان قليل فالوضع جواها بيكون ماشي بشويش وبملل وفي التزامة بين الجاذبية والاندماج لحد ما توصل لنهاية عمرها وساعتها الجاذبية بتسيطر على لوب النجم فقط وبتعصر فيه والحرارة اللي طالعة من اللوب ده بتفضل إنها تسخن الغازات اللي برة وتنفخ فيها والنجم ساعتها بيزيد حجمه بصورة كبيرة جدا لكنه بيبقى من فوقها الفاضي وكل شوية فيه مجوة حرارية تطلع من اللوب ده وتبعتر لها شوية غازات من اللي موجودة حواليه في الفضة لحد ما الغازات اللي موجودة حوالي اللوب كلها تسيبه وتبعد عنه ويفضل ساعتها اللوب عريان واللي بيسموه وقتها بالقزم الأبيض والقزم الأبيض ده بيفضل محكوم بالجاذبية اللي بتضغط عليه وبتعصر فيه لكنها لبتقدر إنها تسحقه بالكامل ولا هو بيقدر يعمل اندماجات نووية عشان تنفجر وتقاوم الجاذبية والماتش وقتها بينتهي تعادل والقزم الأبيض بعد كده بيفضل إنه يبرد ويبرد ويبرد لحد ما يتحول لكتلة سودة من الكربون مش متشافة ولا حد يعرف عنها حاجة وطبعا لو عايز تعرف أكتر عن حياة النجوم ابتداء من اللحظة اللي بتتكون فيها من شوية غزات بردة من الهيدروجين والهليم ولحد ما تقدر إنها تكون المجرات بالكامل فتقدر إنك تعرف الكلام ده من حلقة الانفجرة العظيم الثالثة من الزرة للمجرة أو حلقة لوز الكوازار هتلاقي هناك وجبة علمية داسمة في كل التفاصيل اللي تحب تعرفها المهم يا سيدي إن مشهد الوداع بتاع النجوم الصغيرة ده زي الشمس بتاعتنا تحسوا كده مش مشهد مهيب ولا يعلق في ذاكرة الكون مزي مثلاً السقوب السودة أو السوبر نوفا إلا في لقطة واحدة بس أنا خبتها عليك القزم اللي بيض قبل ما يبرد ويتحول لكتلة من الكربون بيطلع كمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية وأشعة إكس لإنه ببقى سخل ومضغوط وفي الفترة دي الغازات اللي بتبقى متبعترة منه بتكون لسه حواليه وما بعدتش عنه مسافة كبيرة الغازات دي اللي لما بتتعرض للأشعة فوق البنفسجية وأشعة إكس بتتوهج وبتتوهج بمجموعة مختلفة من الألوان كل لون فيهم بيضل على عنصر معين كوين النجم أثناء حياته وده اللي بيخلي مشهد ودع النجم عبارة عن لوحة في منتهى الجمال واللوحة اللي بتعملها الغازات في الحالة دي بيسموها البلانيترينيبيولا أو الساديم الكوكبي وتسمت بالاسم ده لأن القزم الأبيض بيكون حجمه صغير وكان صعب جداً اكتشافه في البداية وعشان كده كانوا معتقدين إن الساديم ده بيتكون حوالين كوكب وفضلت من وقتها التسمية لزق فيه لحد النهاردة إلا إن للأسف الجمال ده بيكون عمره قصير من زي السقوب السودة مثلاً أو النجوم النيوترونية وما بيستمرش أكتر من كم ألف سنة بعد كده الغازات اللي طلع من النجم بتكون ثابته وسافرت لمسافات بعيدة والقزم الأبيض بيفضل يبرد لحد ما يتحول لكتلة من الكربون ويموت وكم ألف سنة دول دي مود قصيرة جداً في عمره الكون فاللي هو يعني يا تل حتشوف الساديم ده يا ما تلحقش وعشان كده النهاردة من السدم بيبقى من الحاجات النادرين اقتشوفها في الكون معظم النجوم اللي موجودة في الكون بتبقى موجودة بشكل مفرد ومش بتدور غير حوالين مركز المجرة اللي هي موجودة فيها وعشان كده النجوم دي لما بتموت الساديم اللي بتكون حواليها بيبقى موجود في شكل متزم وكروي ودرجة سطوعه ما بتبقاش كبيرة زي مثلاً ساديم الضمبل اللي بيبقى عننا 1360 سنة ضوئية لكن في نجوم تانية بتبقى موجودة في سنائيات بتدور حوالين بعضها بيسموها البايناري ستار سيستم والنجوم دي لو واحد منهم مات فطبيعاً الساديم اللي يتكون حواليه يكون شكله غير منتظم لان حركة النجوم حوالين بعضها ودورانها هتبعطر الغازات اللي بتخرج من النجم ده غير ان درجة سطوعه هتبقى كبيرة لان في الحالة دي نجمين بينوروه مش نجم واحد تليسكوب هابل لما جاه صور ساديم الخاتم او ساديم الحلقة الجنوبي اللي اكتشف العالم شارلز ميسيه لان شكله كان حلقي وما كانش دائري وكان اسطع من ساديم الضمبل رغم انه بيبعد عننا تقريباً ضعف المسافة وبالتالي ده كده المفروض انه باينر سار سيستم وانه دول كده نجمين بيدوروا حوالين بعض ومع ذلك لما جنا وصورناهم ما شفناش غير نجم واحد وكبير وعشان كده الساديم ده كان من ضمن الحاجات اللي اتحطت على جدوى الاعمال تليسكوب جنس ويب واللي بالفعل قدر انه صوره صورة في منتهى الجمال بالاشع تحت الحمرة اللي قدرت انها تشيل بشكل كبير تأثيرات الغاز اللي موجودة حوالين النجم وبالفعل اكتشفنا ان موجود في مركز الساديم نجم واحد وساطع وكبير وشكله يعني ما كانش بيدول ان ده نجم بيموت الله 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 فيه ايه لكن لما جينا وصورنا الصورة ده تاني لكن المراضي بكامرة الميري كام اللي بتقسأ طوال موجودة اكبر واللي بتقدر انها تشيل اكتر تأثيرات الغاز اللي موجودة حوالين النجم بان في الصورة قزم ابيض صغير بيدور حوالين النجم الكبير وكأنه بيدور قص معاه رأسة الوداع الاخيرة والنجم الكبير ده هو اللي كان باين في الصورة بتاعت هابل وهو اللي كان ميديها الصدوع الشديد وكأنه كان بيحاول انه يصلط الضوء على اخر لحظات في حياة صاحبه يمكن حد يشوفها ويعرف قصته لانه زي ما قلنا من الالوان اللي موجودة في السديم تقدر تعرف العناصر اللي قدر يكونها النجم ده في حياته ومن عدد العناصر اللي كونها تقدر تتوقع النجم ده كانت كتلته قد ايه ومن الكتلة نفسها تقدر انك تتوقع النجم ده عاش قد ايه لانه كل ما زادت الكتلة كل ما زادت استهلاك الوقود كل ما قصرت فترة حياة النجم وده كان تعليقي على الصورة الاخيرة للتليسكوب وهنا ستتوقف حفلة جيم سيوبي العلمية واللي طبعا هنكملها مع ظهور صور جديدة ونرجع بقى نتقابل هناك في سلسلة الضوء سلام